في الجيش الوطني قال بأن فصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني بدأت تساعد لصد أي محاولة تقدم ربما تشنها قوات النظام والميليشيات التابعة له على منطقتين درع الفرات وغصن الزيتون مصادر عسكرية قالت بأن قوات النظام بدأت تحد قواتها حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اشتباكات أو محاولات تقدم لقوات النظام حتى هذه اللحظة الجيش الوطني في منطقة تادف لا يصد أي عمليات عسكرية ولكن الجيش الوطني في حال التأخب لأي عملية عسكرية ربما تشنها روسيا على المنطقة مع قوات النظام هذه المنطقة شهدت اشتباكات في الفترات السابقة ولكن اشتباكات خفيفة لا تذكر طبعا المنطقة لم تشهد أي محاولات تقدم لقوات النظام منذ أكثر من ثلاث سنوات فقط تشهد اشتباكات خفيفة ومناورات لا تذكر لأن تكون محاولات تقدم أو عملية عسكرية ضد المنطقة برحب تفزون سوريا من منطقة تادف من خطوط التماس